بإذن الله سبحانه وتعالى سيدور حديثي معكم في هذه الحلقة عن الأوجه الجائزة بين سورتي الأنفال والتوبة انتم عارفين ان سورة التوبة ليس فيها بسملة فالقارئ حينما يريد ان يقرأ سورة التوبة بعد ان ينتهي من سورة الأنفال له ثلاثة أوجه لكم وجه ثلاثة أول وجه بنسميه القطع يعني ايه القطع القطع يعني حضرتك هتقول آخر آية في سورة الأنفال وتاخد نفسك وتبدأ بالتوبة براءة من الله ورسوله دي اسمه ايه القطع يعني التوقف عند آخر آية من سورة التوبة ثم أخذ نفس ثم بعد ذلك البدء بسورة التوبة يعني ازاي هقول ايه ان الله بكل شيء عليم دي آخر آية في سورة الأنفال واخد نفس عادي براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين علماء التجويد بيسموا الوجه ده اسم وجه القطع وطبعا وجه ده جائز طيب لك وجه آخر ايه الوجه الآخر بيسموه السكت ايه السكت ان حضرتك تتوقف على آخر سورة الأنفال السكت ولا تأخذ نفسا ولا تأخذ نفسا انا اكرر هذا القيد لانه مهم جدا لان الوقف لان الفرق بين القطع والسكت ان احنا في القطع بناخد نفس عادي لكن في السكت لا نأخذ نفسا ثم تصل التوبة تقول ازاي ان الله بكل شيء عليم براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين لعلك لاحظت معي ان انا لما جيت اقرأ آخر سورة الأنفال وجيت بعد كده اقرأ التوبة لم اخذ نفسا خلاص ما ينفعش اخذ نفس عشان كده بيسموه ايه السكت السكت بدون تنفس وهذا الوجه من الأوجه الجائزة بين سورتي الأنفال وسورة التوبة طيب الوجه التالت اللي هو بنسميه بردك الوصل وهذا وجه جائز ايضا بنعمل ايه بنصل آخر سورة الأنفال بأول سورة براءة ولا نقف هكذا ان الله بكل شيء عليم براءة من الله ورسوله الى الذين عاهدتم من المشركين انا قلت ايه في الوجه ده ان الله بكل شيء عليم براءة هنا ظهر عندي ايه ظهر عندي تنوين بعده حرف الايه حرف الباء يسمى اقلاب يبقى اذا هذا الوجه يسمى وجه الوصل يبقى انا كده عندي كم وجه بين الأنفال وبراءة وجه القطع وقلنا ان القطع الوقف على اخر السورة مع اخذ النفس بعد كده الوجه التاني يسمى الوصل يسمى السكت بدون تنفس الوجه الثالث يسمى الوصل طيب انا يا مولانا انا عاوز ابدأ بصورة التوبة انا مش عاوز اوصل اخر الانفال باول التوبة افرد يا مولانا انا جيت كده وهبدأ بصورة التوبة اعمل ايه اقولك لا هنا بقى الامر هيختلف الامر هيختلف ليه لان حضرتك عند البداية يجب عليك ان تستعيز بالله من الشيطان الرجيم فتعمل ايه حضرتك لك وجهيا ايه الوجه الاول تستعز بالله من الشيطان الرجيم ثم تقرأ براءة من الله ورسوله ازاي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقف واخد نفس عادي براءة من الله ورسوله الى الذين عاهدتم من المشركين دي وجه وجه جائز جدا طيب الوجه الثاني ان حضرتك تصل الاستعازة باول براءة اعوذ بالله من الشيطان الرجيم براءة من الله ورسوله الى الذين عاهدتم من المشركين يبقى لازم ندرك ان فيه فرق لو انا هبدأ الصورة او انا خلصت صورة الانفال وهبدأ بصورة براءة لو انا كده هبدأ بصورة التوبة جيت النهاردة لقيت عند الورد بتاع ايه انا هقرأ مولانا من اول التوبة خلاص ليس لكها الا وجهان الاستعازة ثم التوقف والبدء براءة الوجه الثاني وصل الاستعازة باول براءة هذه هي الاوجه الجائزة بين سورتي الانفال وسورة التوبة